السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع بتاعد الوقت يا جماعة عن الاعترافات الجديدة اللي قالها اسلام في النيابة العامة اعترافات فيها مفاجآت يا جماعة اللي معايا تاني النهاردة معايا اول ظهور لوالدة سلمة وإيه اللي قالته بعد استدعاءها للنيابة العامة عشان يحققوا معاها في وقعة فتاة الزقذي سلمة باجت انبارح طبعا عرضتلكوا نص التحقيقات اللي خص والد اسلام والبنت اللي هي شريكة اسلام في الجريمة قلتلكوا ايه اللي حصل مبارح وايه الاقوال بتاعتهم النهاردة بقى اعترافات جديدة نوفي في القضية الها اسلام النهاردة وكمان اعترافات او اقوال والدة سلمة في النيابة العامة هنبتدي معاكم النهاردة في اول حلقة يعني باقوال والدة سلمة في النيابة العامة طبعا تم استدعاءها للنيابة العامة عشان ياخدوا اقوالها اول سؤال كان بتقول سألها يعني وكيل النيابة ما هي علاقة سلمة بالمتهم اسلام قالت له اللي عرفه انه زملة في الجامعة بس هو صيط في الجامعة سنة وبيدرس في سنة تالتة وكان طلب انه يتقدم لها ويخطبها بس ابوها رفض ساعتها عشان ما خلصوش دراسة كمان كمل وسألها وقال لها هل كانت سمت علاقة عاطفية ربطت بين اسلام وسلمة قالت اه هم كانوا مرتبطين وكان عايز يتقدم عشان يخطب بنتي لكن بنتي لما حست انه مش شبهنا وشكله مش زينا بدأت تبعد عنه وتصده وهو بدأ يهددها بدأ المرة كزا مرة كمان سألها ما سبب رفض سلمة لإسلام رغم رغبته في التقدم لها لخطبتها قالت علشان هي لقيت اسلوبه مش كويس ولا سمواش ما على جسمه وبعيد عندنا وكانت حاسة انه بيتعاطى مخدرات واضباعه غريبة عننا فبدأت تبعد عنه كمان سألها وقال لها هل تقدم المتعم بشكل رسمي لخطبتها قالت هو كان أكلم أبوها في التليفون أول مرة لكن جوزي رفض عشان عايز سلمة تكمل دراستها والمتعم كان لسه ما كملش دراسته وبعد كده بدأ يلح بدأ يلح علينا في طلب الخطوبة لكن جوزي رفض وعرفنا انه صقت في الدراسة وان عاداته غير عاداتنا ده كلام والدة سلمة يا جماعة بعد ما حققه معاها في النيابة العامة ده الكلام اللي هي قالته قدام النيابة العامة اللي حصل تاني اعترافات اسلام اللي قالها قدام النيابة العامة الاعترافات الجديدة اللي فيها مفاجآت زي ما قلتلكم وفيها كلام كتير قوي اسمعوا الاعترافات وركزوا معايا اول حاجة قال المتهم بقتل سلمة امام جهات التحقيق انه في احدى المرات عندما كان في الجامعة كانت تريد المجنة عليها تريد حضور احدى المحاضرات لكنه اخبرها بان هذه المحاضرة غير مهمة وقال لها تعالي عايز اعود معاك في اي مكان نتكلم مع بعض لكنها رفضت فعلم حينها انها تتهرب منه كما اشار المتهم الا ان المجنة عليها كانت بتهدده بانها ستبلغ عنه الاجهزة الامنية واضاف في مرة من المرات لما هددته انها هتبلغ الكمين اللي في الشروق اللي هو وجه طبعا جمع جمعة الاعلام الخاصة اللي في الشروق مشيت في طريق موازي لها لحد ما وصلنا مكان المواصلات اللي هي هتركبها وهددتها اني هقتلها ومش هسيبها تمشي كما اوضح المتهم انه تواصل مع والده وطلب منه خطبطة لكنه رفض مضيفا انه بعت له ثلاث رسائل صوتية على الواطس بيقول له اني هخطبها ومش هسيبها واني ازاي اسمعوا بها وركزوا في الحيط واني ازاي واحد واني ازاي واحدة لمست جسمها واحد تاني يخطبها وهددته وقلت له حقي هاخده ومش هسيبه بالقانون او غير القانون يعني بيقول لابوها ان ازاي واحدة انا لمست جسمها يجي واحد يخطبها وانا مش هسيبها لا حول القوات الا بالله فسألوا طبعا وقالوا ليه سألوا طبعا في نياب العام قالوا ليه بتقرأ في الفلسفة قالوا لما بكون مخنوق ومدية بكرأ الكلام ده زي ناس كتير لما تبقى مخنوق ومدية بتسمع غاني حزينة فقالوا لماذا كنت تنوي الصفر لروسيا قالوا عشان كان فيها سألوا هل تتعاطى مخدرات قالوا ايوة بتعاطى حشيش وقالوا ان هو بيشرب خمره بانواعها بعد كده قالوا ايه اللي حصل منها يخليك تعمل فيها كده قالوا يا بدأت تبعد عني وبدأ التواصل بيننا يقل من ناحيتها فانت غصت وحبيت ان تئم منها بعد كده سألوا قالوا ايه اللي انت عملته لما هي بدأت تبعد عنك قالوا اتخيلت انها ممكن تكون لحد غيري بدأت اهددها اني هفضحها بالصور اللي معايا هبعط الصور لابوها وعيلتها والصحابنا كمان في الكلية فكانت بتخاف وترجع تاني وبعد كده كانت بتبعد تاني قالوا ايه سبب اسرارك على استمرار علاقتكم العاطفية بسلمة رغم رفضها لذلك قالوا لاني ما كنتش متخيلها مع حد غيري وكنت بحبها حب جنون وكنت عايز اتجوزها شفتوا يا جماعة الكلام شفتوا بعت وقال ايه والكلام اللي اعترف به في النيابة الجديد بيقول ان كان في مقابلات بينهم طبعا في الحلقة التانية بتاعت مبارح كنت قايل لكم انه قايل ان في مقابلات بينهم وبين بعض في شقة شروع كمان قال النهاردة في النيابة العامة ان هو لمس جسمها وهو ما كانش هيرضى ان اي حد يتقدم خطبتها بعد ما هو عمل كده بجد ممكن الكلام اللي قاله في النيابة دي وكل اللي اعترف لنا ويتقال لكم دي ممكن تكون كد ممكن يكون الوقت بيتبلع على البنت وبيقول ان هو لمس الكلام ده يبقى كده لكن ايه السبب وقعت نيرا وايه سبب وقعت سلمة الوقعتين يا جماعة اللي مشترك فيهم اهمال الاب والام كنت فين كنت فين وبنتكم بتروح تقابله وبتعرفه وبتكلمه على الواتس وكانت نشبت بينهم وبين بعض علاقة حب كان فين اهل نيرا لما محمد عادل كان بيكلم وكان بيبعت لها رسائل وكان بيحب بعض وفجأة ساب بعض كان فين الاهالي انا شايفة ان في الواقعتين المشترك فيهم ان الاهالي هم السبب العيال ضحية لأهاليهم العيال ضحية لتربيتهم العيال ضحية للأب والام لو فيه اهتمام ما كانش اسلام عمل كده في سلمة لو فيه اهتمام من ابو وام 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 سلمة ما كانش ده حصل ما كناش وصلنا للنقطة اللي احنا وقفين فيها دي كمان وقعت نيرا لو كان فيه اهتمام من الاب والام في الحالتين عند اهل محمد عادل واهل نيرا ما كانش حصل للي احنا بنتكلم في دلوقت يا جماعة خلي بالكم من بناتك وعيالك ده اللي بيحصل لما بنهمل بناتنا ولما بنهمل السبيان لازم انت تتابعين وتعرف بيكلم مين لازم انت بقوا عارفين عيالك بيكلم مين خلي بالكم من عيالك يا جماعة بجد الواقعتين الضحية فيهم العيال من اهليهم لا حول ولا قوة إلا بالله شكرا